هذا وتعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية ستستمر في جميع المشروعات التي تخدم المواطن بشكل مباشر في هذا الإطار أشار مدبولي إلى أنه تم تطوير ما يقرب من 60 محطة صرف صحي بالصعيد خلال الفترة الماضية وتم تحويلها لمحطات صرف ثنائي أو ثلاثي أنا بقول هذا الكلام لأن الدولة إن شاء الله كل تركيزنا بإذن الله حنستمر في هذه المشروعات التي تخدم المواطن وبتصله بصورة مباشرة إحنا طورنا في الصعيد ما يقرب من 60 محطة صرف صحي على مدار الفترة اللي فاتت حولناهم كلهم إلى صرف ثنائي مطور أو ثلاثي فالنهار ده بقيت قادر أستخدم الميا بتاعتهم علشان أنها تستخدم لأنها كانت بتنزل في المصارف والمصارف دي بعد مسيرة طويلة ممكن بتصب على نهر النيل عشان نضمن برضو نقاء الميا بقدر الإمكان كل ده حجم شغل النهار ده بيتعمل مع التطوير اللي بنعمله في المنشآت التعليمية هل مازال هناك تحديات؟ بالتأكيد مازال هناك تحديات وبالتأكيد محتاجين نشتغل تاني ونواصل الليل بالنهار عشان نكمل بقية المراكز موسيقى